اشتركوا في القناة وعلمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي تتعلق بمقدمة في دلالات الألفاظ وكنا في المجلس الأول تكلمنا على جملة أمور الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول تعريف دلالات الألفاظ والفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ الأمر الثاني ما هو؟ أهمية الدلالات اللفظية في الشريعة الإسلامية الأمر الثالث ما هو؟ عناية الأصوليين بالدلالات اللفظية ووقفنا عند الأمر الرابع وهو أقسام الدلالات اللفظية عند الأصوليين والمناطقة وقبل الكلام على هذه الأقسام أشير إلى أن المنطقة لم يكن متصلاً بأصول الفقه في زمان الصحابة رضي الله عنهم وقد كانوا أعلم الناس بأصول الفقه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهم أحق بالمعنى الممدوح من الاسم الأصولي يقول الصحابة رضي الله عنهم هم أحق الناس بالمعنى الممدوح من اسم الأصولي ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون المصطلحات والاستدلالات المنطقية لأن أصول الفقه ليس بحاجة إلى ذلك ولما جاء زمان التأليف في أصول الفقه وعلّف الإمام الشافع رحمه الله كتابه الشهير بالرسالة لم يستعمل المصطلحات ووجوها الاستدلال المنطقية مع أنها كانت موجودة في زمانه إلا أنه لم يذكر فيها ولو مصطلحاً واحداً لكنه بعد ذلك تسللت بعض المصطلحات ووجوه الاستدلال المنطقية إلى كتب أصول الفقه فتجد أنهم يستعملون الحد ويستعملون العرض ويتكلمون على العلم وأقسامه ونحو ذلك مما يتكلم عليه المناطقة إلا أن الاتصال الذي كان بصورة ظاهرة بين المنطق وأصول الفقه كان على يد أبي حامد الغزالي عندما ألف كتاب المستصفى ووضع له مقدمة منطقية وقال هذه المقدمة ليست خاصة بأصول الفقه بل تصلح لجميع العلوم وذكر فيها أن من لا يعرف المنطق فإنه لا يوثق بعلمه وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الغزالية هو أول من خلط المنطق بأصول الفقه وتبعه على ذلك بعض الأصوليين فجاء أبو عمر بن الحاجب وذكر مقدمة منطقية لمختصره المشهور في أصول الفقه وطالب علم أصول الفقه لا يحتاج إلى أن يتوسع في دراسة علم المنطق وإنما يكفيه أن يدرس مقدمة يسيرة يستعين بها على معرفة المصطلحات المنطقية التي دخلت في علم أصول الفقه لأنه إذا لم يدرس هذه المقدمة فقد يقرأ صفحات كثيرة في كتب أصول الفقه وقد يقرأ آدلة ولا يستطيع أن يفهمها فهماً جيداً إذا تقرر هذا فلنعود إلى المقصود وهو أقسام الدلالة اللفظية عند الأصوليين والمناطقة والمناطقة يقسمون البحث في علم المنطق إلى قسمين القسم الأول في التصورات والقسم الثاني في التصديقات والتصورات يتكلمون فيها على دلالات الألفاظ يتكلمون على دلالات الألفاظ في القسم الأول وهو التصورات ولما كان الأصوليون حريصين على التدقيق في دلالات الألفاظ ووجدوا أن ما تكلم عليه المناطقة قد يفيد الأصوليين في فهم الدلالات جلبوا ما تكلم عليه المناطقة في هذا المبحث إلى علم أصول الفقه وإن كانوا لم يوافقوهم موافقة مطلقة بل خالفوهم في بعض الأمور كما سيتبين لنا في بعض المسائل إن شاء الله فالأصوليون عندما نقلوا الكلام على دلالات الألفاظ التي تكلم عليها المناطقة لم يوافقوهم موافقة مطلقة وإنما خالفوهم في بعض الجزئيات التي سوف يأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى شيء منها وهذه الدلالات التي أخذها الأصوليون من المناطقة وضع لها الأصوليون إسماً وهو مبادئ اللغة وأحياناً يعبرون عنه بمبادئ اللغات فتجد أن الأصوليين يتكلمون في موطن على مبادئ اللغات ويتكلمون في موطن آخر على دلالات الألفاظ ومبادئ اللغات يتكلمون فيها على المبادئ اللغوية التي استفادوها من علماء المنطق وما المراد بمبادئ اللغات أو بمبادئ اللغة قال الأصوليون المراد بذلك المسائل التي يتوقف عليها البحث في دلالات الألفاظ فقولهم مبادئ اللغة مرادهم به المسائل التي يتوقف عليها البحث في دلالات الألفاظ كما نص على ذلك لأرهون في شرحه لمختصر ابن الحاجب الأصولي وقسم الأصوليون والمناطق الدلالة إلى قسمين القسم الأول دلالة غير لفظية والقسم الثاني دلالة لفظية وسأركز على القسم الثاني وهو الدلالة اللفظية لأنها محور الحديث والدلالة اللفظية قسموها إلى ثلاثة أقسام القسم الأول دلالة طبعية والقسم الثاني دلالة عقلية والقسم الثالث دلالة وضعية كما تقدم معنا في اللقاء السابق وهذه الدلالة الوضعية الثالثة هي أم الدلالات وهي محل البحث عند علماء الأصول فالدلالة الوضعية هي أم الدلالات وأهمها وهي مدار البحث عند علماء الأصول وقولهم الدلالة الوضعية الوضعية نسبة إلى الوضع والمقصود بالوضع هو جعل اللفظ دليلاً على المعنى فالوضع هو جعل اللفظ دليلاً على المعنى كجعل الماء دليلاً على الشراب الذي يحصل به الإرواء وجعل الشمس دليلاً على الكوكب الذي يطلع نهاراً وهكذا فالوضع هو جعل اللفظ دليلاً على المعنى والدلالة اللفظية الوضعية قسمها الأصوليون والمناطق إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات وبعض هذه الأقسام كما سيتبين لنا أخذوها من علماء النحو فيشترك البحث فيها عند النحاة وهم الأصل في هذا وعند المناطق والأصوليين وحتى نقرب هذه الأقسام ونوضحها فنقول اللفظ ينقسم إلى قسمين بعد أن عرفنا أن الأصوليين والمناطق قسموا الدلالة اللفظية الوضعية إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات فاللفظ ينقسم إلى قسمين القسم الأول لفظ مفرد والقسم الثاني لفظ مركب وما المقصود باللفظ المفرد واللفظ المركب المقصود باللفظ المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى مثل زيت فإنه مفرد فجزءه وهو حرف الزاي مثلا لا يدل على معنى وأليا مثلا في زيت لا تدل على معنى والدال لا تدل على معنى فالمفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه والمركب عكسه فهو ما يدل جزءه على جزء معناه مثل عبد الله فعبد يدل على جزء المعنى ولفظ الجلالة يدل على جزء المعنى ومثل العلم نور هذا مركب تقيدي كما سيأتينا إن شاء الله فالعلم يدل على جزء المعنى ونور يدل على جزء المعنى وهكذا في سائر المركبات فقسموا اللفظ إلى مفرد ومركب وسنتكلم على القسم الأول وهو المفرد ثم نأتي إلى القسم الثاني وهو المركب فالمفرد بعد أن عرفنا معناه وهو أنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه فقسمه الأصوليون والمناطقة والنحاة وهم الأصل في هذا قسموه باعتبار ذاته إلى ثلاثة أقسام وهي اسم والفعل وحرف والمناطقة يعبرون عن الفعل بالكلمة وعن الحرف بالأداة فيقولون المفرد ينقسم إلى اسم وكلمة وأداة يقصدون بالكلمة ماذا؟ الفعل ويقصدون بالأداة الحرف والاسم يعرفه العلماء بأنه لفظ يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن كزيد ومحمد وكتاب وقلم وعلم وألم ونحو ذلك من الألفاظ والفعل هو لفظ يدل على معنى في نفسه مقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة مثل كتب ويكتب واكتب وهكذا والحرف يعرفونه بأنه لفظ يدل على معنى في غيره فقط وقولهم في غيره هذا القيد يحترز به عن الاسم والفعل لأن كل منهما يدل على معنى في نفسه أما الحرف فيدل على معنى في غيره بمعنى أنه لا يدل إلا إذا ارتبط بكلام بعده فإذا قلت زيد في وسكت فإن كلمة في لا تدل هنا على معنى بنفسها وإنما تدل على معنى في غيرها فإذا قلت في الحرم فإنها تدل على هذا المعنى وهو أن زيدا في الحرم فهذا معنى قولهم في غيرها يعني أنها لا تدل على معنى إلا إذا ارتبطت بكلام بعدها وقولهم فقط هذا القيد يحترز به عن اسم الشرط واسم الاستفهام فإن كل منهما لفظ يدل على معنى في غيره لكنه يدل على ذلك مع زيادة معنى فالشرط يدل على معنى في غيره مع زيادة معنى وهو الشرطية واسم الاستفهام يدل على معنى في غيره وهو الاستفهام أما الحرف فهو يدل على معنى في غيره فقط يعني من غير زيادة معنى آخر فهذه هي أقسام المفرد باعتبار ذاته وأما دلالة المفرد فيقسمها الأصوليون والمناطق إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات التقسيم السابق تقسيم لأي شيء للمفرد ذاته وأما التقسيم الذي نتكلم عليه فلأي شيء لدلالة المفرد فيقسم الأصوليون والمناطق دلالة المفرد إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات فيقسمونه باعتبار المطابقة وعدمها إلى عدة أقسام ويقسمونه باعتبار تعدد المعنى واختلافه إلى عدة أقسام ويقسمونه باعتبار العموم والخصوص إلى عدة أقسام فكم عدد هذه الاعتبارات ثلاثة اعتبارات نبدأ في الاعتبار الأول وهو أقسام دلالة المفرد باعتبار المطابقة وعدمها والمفرد بهذا الاعتبار يقسمون دلالته إلى ثلاثة أقسام القسم الأول دلالة مطابقة والقسم الثاني دلالة تضم والقسم الثالث دلالة التزام فدلالة المطابقة يعرفونها بأنها دلالة اللفظ على تمام المعنى كدلالة لفظ الصلاة مثلاً على تمام العبادة المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فهذه الدلالة دلالة مطابقة وكدلالة كتاب مثلاً على جميع الأجزاء الكتاب فالدلالة هنا مطابقة وهكذا وسميت بهذا الاسم لماذا؟ لأن اللفظ يطابق المعنى القسم الثاني دلالة التضم وهي دلالة اللفظ على جزء معنى كدلالة لفظ الصلاة على الركوع مثلاً فالدلالة هنا دلالة تضم لأن الركوع جزء من أجزاء الصلاة أو دلالة لفظ كتاب على الورق مثلاً أو على الحبر الذي كتبت به الكتابة فيه فالدلالة هنا دلالة تضم وسميت بهذا الاسم لأن اللفظ يدل على جزء المعنى فالمعنى داخل في ضمن اللفظ الدلالة الثالثة دلالة الالتزام كدلالة لفظ الصلاة على الوضوء أو دلالة لفظ الكتاب على أن هناك من كتب هذا الكتاب أو دلالة لفظ الدار على صاحبه أو على من بناه فهذه الدلالة تسمى بدلالة الالتزام أو بدلالة اللزوم وما المراد باللزوم أو بالالتزام؟ اللزوم هو عدم الانفكاك بين الشيئين فالشيئان المتلازمان هما الذان لا ينفك أحدهما عن الآخر واللزوم يقسمه العلماء إلى القسمين القسم الأول لزوم بين وهو الذي لا يحتاج إلى تأمل ونظر كلزوم أن هناك شخصا كتب الكتاب عندما يطلق لفظ الكتاب فإن هذا اللزوم لزوم بين لا يحتاج إلى نظر وتأمل ووضع مقدمات ووصول إلى نتائج وكلزوم وضع هذا الماء وضع هذا الماء أن هناك شخصا جاء ووضعه فاللزوم هنا لزوم بين وهو الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل النوع الثاني لزوم غير بين وهذا هو الذي يحتاج إلى تأمل ونظر ومن أمثلة ذلك قولهم العالم حادث وكل حادث مخلوق فالنتيجة أن العالم مخلوق فاللزوم هنا لزوم يحتاج إلى نظر وتأمل ولهذا عبروا عنه بأنه لزوم غير بين والأصوليون يبحثون في هذين النوعين في اللزوم البين وفي اللزوم غير البين أما المناطق فلا يبحثون إلا في اللزوم البين فبحث الأصوليين هنا أوسع من بحث المناطق لأنهم يبحثون في اللزوم البين واللزوم غير البين ودلالة المطابقة دلالة اللفظية بلا إشكال أما دلالة التضمن والالتزام فهل هما دلالتان لفظيتان أو دلالتان عقليتان هذه المسألة محل خلاف بين العلماء والأقرب في ذلك والعلم عند الله أن دلالة التضمن دلالة لفظية لأنها مستفادة من اللفظ أما دلالة الالتزام فهي دلالة عقلية لكن لها اتصال باللفظ فدلالة الالتزام دلالة عقلية لأنها علمت بالعقل لكن لها اتصال باللفظ لأنه لو لا اللفظ ما عرفنا اللزوم وهذه الدلالات وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام من أعظم الدلالات في فهم القرآن والسنة وكلما كان الإنسان أكثر فهما لهذه الدلالات وإعمالا لها فتح الله عليه من علم القرآن والسنة شيئا عظيما ولا سيما لدلالة الالتزام لأنها دلالة دقيقة والناس في هذا يتفاوتون فمنهم من لا يفهم النزوم أصلا ومنهم من يفهم اللازم ومنهم من يفهم لازم اللازم ومنهم من يفهم لازم اللازم وهكذا بحسب ما أعطى الله سبحانه وتعالى العبد من القدرة على الفهم وبحسب ما فتح عليه من التوفيق وإذا نظرت إلى العلماء الذين يستعملون هذه الدلالات في تفسير القرآن تجد أنهم يأتون بشيء عجاب في فهم دلالات القرآن وكذلك الذين يستعملونها في شرح الأحاديث تجد أنهم يأتون باستنباطات دقيقة لا تخطر على ذهن الإنسان فهذه الدلالات دلالات عظيمة جدا في فقه نصوص الكتاب والسنة وكلما كان الإنسان أكثر إعمالا لها كلما فتح الله له أبواب العلم في فهم القرآن والسنة أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم أبواب العلم إنه سميع مجيب وأهل السنة استعملوا لهذه الدلالات الثلاث في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الاعتبار الثاني هو أقسام دلالة المفرد باعتبار اتفاق المعنى وتعدده والمفرد بهذا الاعتبار أو دلالة المفرد بهذا الاعتبار تنقسم إلى أربعة يقسام القسم الأول أن يتحد اللفظ والمعنى والقسم الثاني عكسه وهو أن يختلف اللفظ والمعنى والقسم الثالث أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى والقسم الرابع عكسه وهو أن يتعدد المعنى أو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فهذه الأربعة أقسام فالقسم هذه أربعة اعتبارات أو أربعة أقسام القسم الأول وهو اتحاد اللفظ والمعنى وله صورتان الصورة الأولى في اتحاد اللفظ والمعنى أن يشترك في مفهوم المفرد كثيرون أن يشترك في مفهومه كثيرون بمعنى أنه يدخل تحته أفراد كثيرة وهذا هو الذي يسمونه بالكل يقولون الكل وهو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه مثل رجل فهو كل لأن تصوره لا يمنع من أن يشترك فيه زيد وعمر وبكر وخالد ومحمد إلى كل من يتصف بهذا الوصف وهو الرجولة فإذا هذه الصورة الأولى وهي ما يشترك في مفهومه كثيرون الصورة الثانية عكسها وهي ما لا يشترك في مفهومه كثيرون وهذه يسمونها بالجزء والجزء هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه إذا كان الكل ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كزيد مثلا فإنك إذا تصورت زيدا فإنه يمتنع أن يشترك في زيد أكثر من شخص وإنما يطلق زيد على شخص واحد وهكذا في سائر الأعلام وكذلك قولك هذا الماء فهل يمكن أن يشترك في مفهومه كثيرون هل يمكن نعم هذا الماء لا يشترك في مفهومه كثيرون وإذا كان كذلك فإنه يكون كليا أو يكون جزئيا يكون الجزئيا فإذا المفرد باعتبار اتحاد اللفظ والمعنى له صورتان الصورة الأولى الكلي والصورة الثانية الجزئي والكلي يقسمونه إلى قسمين أيضا فيقولون الكلي قسمان القسم الأول ما يصدق على أفراده على وجه التساوي ما يصدق على أفراده على وجه التساوي بمعنى لأنه إذا أطلق على أفراده يدخلون فيه بنسبة واحدة فلا يزيد أحد منهم في هذه النسبة على أحد فإذا قلت الكتاب فإنه يدخل تحته هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب ونسبة هذه الكتاب إلى كلمة كتاب متساوية أليس كذلك؟ وهكذا في سائر الأمثلة كرجل وكإنسان وكامرأة وطالب ونحو ذلك وهذا يسمى عندهم بالمتواطئ فإذا المتواطئ هو كلي يصدق على أفراده على وجه التساوي وسمي بهذا الاسم لأن أفراده متواطئة يعني متوافقة في صدق المعنى عليها ولا يزيد بعضها بنسبة من هذا المعنى على غيره القسم الثاني عكسه الأول قلنا أن يصدق على أفراده على وجه التساوي الثاني هو أن يصدق على أفراده لا على وجه التساوي بمعنى أن بعضهم يزيد على بعض في المعنى وذلك مثل الأبيض فيدخل تحته العمامة البيضاء والورقة البيضاء والنور الأبيض والجبس ونحو ذلك مما يسمى أبيض أو يوصف بأنه أبيض لكن هل بياض الورقة يكون مثل بياض العمامة تماما؟ لا وهل بياض الورقة والعمامة مثل بياض الشمعة؟ لا وهكذا بل هي متفاوتة وكذلك نور فنور الشمس يختلف عن نور القمر وهكذا مع أن الجميع يسمى نوراً فنور يصدق على أفراد على وجه التساوي أو على غير وجه التساوي على غير وجه التساوي في المعنى وهذا يسمى عندهم بالمشكك يسمى المشكك ولماذا يسمى بهذا الاسم؟ لأن هذا اللفظ يشكك سامعه في أنه من المتواطئ الذي تقدم الكلام عليه أو أنه من المشترك الذي سيأتي الكلام عليه هذا هو الذي اصطلح عليه أكثر العلماء من الأصوليين والمناطقة وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المتقدمين من النظار يرون أن المتواطئ والمشكك شيء واحد وأنه لا فرق بينهما وذكر أن الخلاف بين المتواطئ والمشكك هو خلاف اللفظ لا يترتب عليه ثمرة إذن هذا هو القسم الأول وهو ما اتفق لفظه ومعناه وقد عرفنا أنه ينقسم إلى كل وجزء القسم الثاني مختلف لفظه ومعنى وهذا يسمى بالمتباين واختلاف اللفظ والمعنى يسمى التباين وذلك مثل قلم وعلم فقلم وعلم مختلفان في اللفظ وهما أيضا مختلفان في المعنى ومثل صلاة وزكاة فهما مختلفان في اللفظ ومختلفان في المعنى القسم الثالث ما تعدد لفظه واختلف معناه وهذا يسمى عند العلماء بالمترادف أن يتعدد اللفظ ويتفق المعنى أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى هذا يسمى عند العلماء بالترادف وما تعدد لفظه واتحد معناه يسمى بالمترادف وذلك مثل سيف وبتار ومهند فالألفاظ هنا متعددة أليس كذلك؟ والمعنى متحد لأنها كلها تدل على السيف على الآلة التي يقاتل بها فمعناها واحد ولفظها متعدد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الترادف في لغة العرب قليل بل لا بد أن يوجد فرق بين اللفظين في المعنى فإذا قلنا لسيف وبتار ولمهند وصارم فهذه الألفاظ وإن كانت تتفق على قدر معين إلا أن بينها فروقا فإذا قلنا مهند فهذا يدل على معنى وهو أن هذا السيف صنع في الهند وإذا قلنا لبتار فإنه يدل على القطع الشديد وإذا قلنا لسيف فإنه يدل على الآلة فقط فيقول الترادف في لغة العرب قليل أما في القرآن فهو نادر وهذا من إعجاز القرآن العظيم أنه لا تأتي لفظة يمكن أن تفسر اللفظة التي وردت في القرآن تماما وإنما يأتي العلماء بتفسير لها على وجه التقريب للمعنى هذا هو القسم الثاني وهو ما تعدد لفظه واتحد معناه القسم الثالث أو القسم الرابع القسم الرابع نقول السابق هو الثالث والقسم الرابع هو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى وهذا هو المشترك وذلك مثل القرآن فإنه يطلق في لغة العرب على الحيض ويطلق إطلاقا آخر على الطهر فاللفظ هنا واحد والمعنى متعدد ومثل مختار فإنه يطلق على من حصل منه الاختيار ويطلق على من وقع عليه الاختيار فاللفظ واحد لكن المعنى متعدد ولهذا العلماء يعرفون المشتركة بأنه اللفظ الدال على معنيين فأكثر بأوضاع متعددة اللفظ الدال على معنيين فأكثر بأوضاع متعددة فلفظ القرء وضعه العرب للدلالة على حيض وضعا مستقلا ووضعوه للدلالة على الطهر وضعا آخر مستقلا بخلاف العام كما سيأتينا إن شاء الله فهو يدل على أفراده بوضع واحد وهذا هو الفرق بين المشترك والألعام كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى والمشترك يشترط فيه شرط وهو أن تكون دلالته على أفراده على جهة الحقيقة فلفظ القرء مثلا يدل على الحيض وهو حقيقة فيه ويدل على الطهر وهو حقيقة فيه لا أما إن وضع اللفظ لمعنى ثم نقل إلى معنى آخر فإنه يكون حقيقة فيما وضع له مجازا في المعنى الآخر مثل أسد فإنه وضع للدلالة على الحيوان المفترس ثم نقل لمعنى آخر وهو الرجل الشجاع هذا هو الاعتبار الثاني الاعتبار الثالث هو دلالة المفرد باعتبار العموم والخصوص وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول دلالته على العموم المطلق كقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين فالحمد هنا لا عام عموما مطلق القسم الثاني دلالته على الخصوص المطلق كدلالة لفظ زيد على شخص معين كما في قوله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها القسم الثالث عموم وخصوص مطلق الأول عموم مطلق والثاني خصوص مطلق والثالث عموم وخصوص مطلق وذلك بأن يدخل أحد المعنيين بأن يدخل جميع معنى أحد اللفظين في المعنى الآخر أن يدخل جميع معنى أحد اللفظين في معنى اللفظ الآخر مثل إنسان وحيوان فأي اللفظين أعم حيوان لأن الحيوان هو كل ما فيه حياة كما قال الله سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان فأعم اللفظين هو حيوان وأخص منه إنسان فجميع معنى الإنسان داخل في الحيوان لكن هل كل حيوان إنسان ليس كل حيوان إنسان فإذا العموم والخصوص المطلق معناه أن يدخل جميع معنى أحد اللفظين في معنى اللفظ الآخر ومن أمثلة ذلك أيضاً لطلاب وطلاب مجتهدون فأي اللفظين أعم طلاب لأنه يشمل المجتهدين وغير المجتهدين والطلاب المجتهدون لهذا اللفظ يدخل جميع معناه في معنى اللفظ الآخر ولهذا إذا أردنا أن نرسم دائرتين إحداهما كبرى والأخرى الصغرى فإن لفظ الحيوان نجعله في الدائرة لفظ الحيوان في الدائرة الكبرى ولفظ الإنسان يكون في الدائرة الصغرى ولفظ الطلاب يكون في الدائرة الكبرى ولفظ المجتهدين يكون في الدائرة الصغرى فهذا هو العموم والخصوص المطلق الرابع العموم والخصوص الوجهي وذلك بأن يكون بين معنى اللفظين قدر مشترك ويتميز كل واحد منهما بمعنى لا يوجد في الآخر أن يكون بين معنى اللفظين قدر مشترك ويتميز كل واحد منهما بمعنى لا يوجد في الآخر ومثال ذلك حجر وأسود فهما يجتمعان في الحجر الأسود ويفترقان في الحجر غير الأسود وفي الأسود الذي ليس بحجر كالثوب فبينهما قدر مشترك وهو الحجر الأسود ويتميز كل واحد منهما بمعنى لا يدل عليه الآخر ولهذا إذا أردنا أن نرسم دائرتين فهل نرسمهما على الطريقة السابقة أو بطريقة أخرى فنرسم دائرتين يتقاطعان في جزء وتنفرد كل واحدة منهما بجزء آخر فالجزء الذي يتقاطعان فيه في المثال السابق هو الحجر الأسود والجزء الذي تتميز به الدائرة الأخرى الأولى هي الحجر الذي ليس بأسود والذي تتميز به الدائرة الثانية هو الأسود الذي ليس بحجر هذا عصارة كلام الأصوليين والمناطق في القسم الأول وهو المفرد لأننا قلنا يقسمون الكلام إلى مفرد ومركب هذا حاصل كلامهم على المفرد وإذا ضبطت لهذا فإنك إن شاء الله سوف يكون عندك أصل ثابت في هذه الجزئية بعون الله وتوفيقه فهذا ما يتعلق بالمفرد وبعد أن انتهينا منه نأتي للقسم الثاني وهو المركب والمركب تقدم معنا تفسيره وعرفنا أنه عند الأصوليين والمناطق ما دل جزءه على جزء معنى كعبد الله مثلاً فإن جزءه وهو عبد يدل على جزء المعنى ولفظ الجلالة يدل على جزء المعنى وكذلك كتاب زيد لفظ كتاب يدل على جزء المعنى ولفظ زيد يدل على جزء المعنى لا أما عند النحاة فيعرفون المركب بتعريف آخر ويقولون المركب ما كان أكثر من كلمة ما كان أكثر من كلمة ويظهر أثر الخلاف بين النحاة من جهة والأصوليين والمناطق ويظهر أثر من جهة أخرى في كلمة يضرب مثلاً فيضرب هنا عند النحاة مفرد أو مركب يضرب عندهم مركب لأنه مركب من الياء ومن الفعل فهو عندهم مركب لأنه مركب من كلمتين كذا لا يضرب هنا عند النحاة مفرد أما عند الأصوليين والمناطق فهو مركب لأنه يدل عندهم جزء الكلمة على جزء المعنى فليا عندهم تدل على جزء المعنى وهو المضارعة ولا ضرب يدل على جزء المعنى وهو الضرب فهذا هو الفرق بين تعريف المركب عند النحاة وعند الأصوليين والمناطق النحاة يرون أن المركب هو ما كان أكثر من الكلمة أما الأصوليون والمناطق فيرون أن المركب هو ما يدل جزءه على جزء المعنى والمركب نوعان النوع الأول مركب تام والنوع الثاني مركب غير تام والمركب التام هو ما أفاد السامع فائدة يتم بها الكلام ما أفاد السامع فائدة يتم بها الكلام مثل زيد قائم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المركب التام ما أفاد السامع فائدة يتم بها الكلام والمركب التام نوعان النوع الأول خبر والنوع الثاني إن شاء والخبر يعرفونه بأنه محتمل الصدق أو الكذب لذاته وهو ينقسم إلى خبر مثبت وخبر منفي والنوع الثاني الإنشاء وهو عكس الخبر وهو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته والعلماء يفرقون بين الخبر والإنشاء فيقولون الخبر يكون عن شيء موجود أثناء الكلام فإذا قلت قام زيد فإن هذا إخبار عن شيء حصل وهو القيام أو يضرب لزيد عمرا فهذا إخبار عن شيء حصل أما الإنشاء فإنه يحصل بعد الانتهاء من الكلام مثل قم فإن القيام يحصل بعد ماذا؟ بعد الأمر بالقيام ومثل وقوع أو مثل استجابة الدعاء بعد الدعاء فإن الدعاء نوع من أنواع الإنشاء كالاستفهام والتمني والقسم والعرض ونحو ذلك من أنواع الإنشاء فالحاصل لأن وقوع الشيء في الإنشاء يكون متقدما أو متأخرا يكون متأخرا أما الوقوع في الخبر فإنه يكون متقدما وذكر بعض العلماء أن الكلام الخبري هو المميز للإنسان المميز للإنسان هو الكلام الخبري وهو أصل للكلام الإنشائي قالوا الخبر أصل للإنشاء ولماذا هو أصل للإنشاء؟ قالوا أصل للإنشاء لأن الخبر مظهر للعلم وعما الإنشاء فهو مظهر للعمل والعلم أصل العمل فلهذا كان الخبر أصل للإنشاء هذا القسم الأول من المركب وهو المركب التام القسم الثاني المركب غير التام وإذا كان المركب التام هو ما يفيد فائدة يتم بها الكلام فالمركب غير التام هو ما لا يفيد فائدة يتم بها الكلام وينقسم إلى قسمين القسم الأول مركب تقييدي والقسم الثاني مركب غير تقييدي والمركب التقييدي يقولون هو ما كان التركيب فيه تركيب صفة أو إضافة ما كان التركيب فيه تركيب صفة أو إضافة كقولك الطالب علم فإن التركيب هنا تركيب إضافة أضيف الطالب إلى العلم وكما في قولك العلم نور ها كذا نعم إذا قلت طالب العلم التركيب هنا تركيب إضافة وكذلك إذا قلت باب الدار التركيب هنا تركيب إضافة والكلام هنا كلام تام أو غير تام الكلام هنا غير تام فهو مركب غير تام تقييدي القسم الثاني مركب غير تام وأيضا غير تقييدي كقولك في الحرم فإن المركب هنا يفيد فائدة يتم بها الكلام أو لا يفيد لا يفيد فيكون غير تام وهو أيضا غير تقييدي ليس فيه تقييدي شيء بشيء وكذلك قولك في الدرس أو في العمل والذي يشتغل الأصوليون ببحثه هو المركب التام الخبري أو الإنشائي أما المناطق فيشتغلون بالمركب الخبري فقط أما الإنشائي فلا يتكلمون عليه لماذا يتكلمون على المركب الخبري لأنهم يبحثون في التصور والذي يحصل به التصور هل هو الخبر أو الإنشاء الذي يحصل به التصور عندهم هو الخبر فلهذا يبحثون في المركب التام الخبري أما المركب غير التام فهذا لا يبحث فيه الأصوليون ولا المناطق وإنما هو من بحث علماء النحو يبحث فيه علماء النحو حتى يبينوا الأنواع التركيب هذا ما يتعلق بالقسم الثاني من قسم اللفظ وقد عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين القسم الأول مفرد والقسم الثاني المركب وبهذا نكون قد انتهينا من هذا العنصر وهو اللفظ أو دلالات الألفاظ عند الأصوليين والمناطق وننتقل للتقسيم المهم وهو أقسام دلالات الألفاظ عند جمهور الأصوليين والحنفية وهناك طريقتان للأصوليين مشهرتان في تقسيم الدلالات اللفظية الطريقة الأولى طريقة الجمهور والطريقة الثانية طريقة الحنفية في تقسيم دلالات الألفاظ وهاتان الطريقتان مفيدتان وأهم ما يميز طريقة الجمهور إثبات مفهوم المخالفة بأنواعه وما يتعلق به من مسائل وأهم ما يميز طريقة الحنفية هو التدقيق في أنواع الدلالة ومراتبها فقد دققوا في ذلك تدقيقا كثيرا وذكروا أقساما كثيرة حتى إن بعضهم أوصل دلالات اللفظ إلى ثمانين قسما بل بعضهم زاد على ذلك شيئا كثيرا وقال هي قريب من الثمانمائة وبعض هذه الأقسام يعني تقسيمات عقلية تقسيمات عقلية يعني بعيدة ولا يكاد يوجد لها أمثلة لكنهم رحمهم الله تميزوا بالتدقيق في مراتب الدلالات وكلا الطريقتين المفيدتان وما أحسن قول التلمساني الفهري المصري صاحب شرح المعالم للفخر الرازي وهو من علماء الشافعية غير التلمساني المالكي لما ذكر تقسيم الجمهور وتقسيم الألحنفية قال المهم هو معرفة الحقائق ولا مشاحة في الاصطلاح فالمهم في ذلك أن نعرف لمضمون هذه الحقائق أما الاصطلاح فإنه ليس فيه مشاحة وسنعرف أن بعض الأقسام وإن اختلف الجمهور والحنفية في تسميتها إلا أن حقيقتها حقيقة واحدة ونبدأ بالطريقة الأولى وهي طريقة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وسأعرض طريقتهم على وجه مستفاد من مجموع كلامهم مع الوفاء بجميع الأقسام التي ذكروها إن شاء الله فقسموا الكلام ابتداء إلى قسمين القسم الأول منطوق والقسم الثاني مفهوم والمنطوق قسموه إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات فقالوا ينقسم باعتبار ذاته إلى أمر ونهي وقد ذكر هذا الاعتبار الإسنوي في نهاية السود فهو ينقسم باعتبار ذاته إلى أمر ونهي وينقسم باعتبار عوارضه يعني باعتبار الصفات العارضة له إلى عام وخاص ومطلق ومقيد وينقسم باعتبار الوضوح والخفاء إلى نص وظاهر ومؤول ومجمل نص وظاهر ومؤول ومجمل ويدخل تحت هذا الاعتبار أيضا المحكم والمتشابه فإن التقسيم فيه باعتبار الوضوح والخفاء وينقسم باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز وكناية وتعريض ينقسم بهذا الاعتبار إلى حقيقة ومجاز وكناية وتعريض وينقسم باعتبار الصراحة وعدمها إلى صريح وغير صريح وغير الصريح ينقسم إلى اقتضاء وإشارة وتنبيه فقال غير الصريح ينقسم إلى اقتضاء وإشارة وتنبيه وهذا التقسيم وهو تقسيم دلالات الألفاظ إلى ما هو صريح وغير صريح لأول من ذكره أبو عمر بن الحاجب في مختصره الأصولي وهذا المختصر الأصولي هو المختصر الصغير اختصره من مختصره الكبير الذي اختصره من إحكام الآمدي فهو جاء إلى إحكام الآمدي واختصره ثم اختصر المختصر المشهور الذي عليها الأشروح فأول من ذكر هذا التقسيم هو أبو عمر بن الحاجب وتابعه عليه بعض الأصوليين وممن تابعه عليه الصفي الدين الهندي في نهاية الوصول وتابعه عليه المرداوي في التحبير وتابعه عليه الفتوحي في شرح الكوكب المنير ولهذا إذا نظرت في هذه الكتب تجد أنهم يقسمون اللفظة إلى صريح وغير صريح وذكر بعض الأصوليين كابن قاسم العبادي أن هذا اصطلاح خاص بابن الحاجب وهو تقسيم الكلام إلى صريح وغير صريح لأصطلاح لابن الحاجب خالف لما عليه من قبله من الأصوليين وذكر بعض المحققين أن هذا التقسيم محل تأمل بل إن الصنعان رحمه الله ألف أو كتب فتوى في نقد هذا التقسيم وقال هذا التقسيم لا يصح وهو تقسيم الكلام إلى صريح وغير صريح والحاصل أن هذا التقسيم موجود في كتب الأصول وطالب العلم لا بد أن يكون عنده تصور عنه هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو المنطوق القسم الثاني المفهوم وقد قسموه إلى قسمين القسم الأول مفهوم موافقة وهذا يسمونه أيضاً بفحوى الخطاب ويسمونه أيضاً بلحن الخطاب والقسم الثاني مفهوم مخالفة وهذا يسمونه بدليل الخطاب هذا حاصل لأقسام دلالات الألفاظ عند جمهور الأصوريين على وجه الإجمال وكم تحصل لنا من الأقسام تحصل لنا إثنان وعشرون قسم إثنان وعشرون قسم فتعالوا نأتي إليها واحداً واحداً الأول الأمر والنهي نقول الأول الأمر الثاني النهي الثالث العام الرابع الخاص الخامس المطلق السادس المقيد السابع النص الثامن الظاهر التاسع المؤول العاشر المجمل الحادي عشر لقبله المبين لأنه يقابل المجمل هذا كم؟ حادي عشر الثاني عشر المحكم الثالث عشر المتشابه الرابع عشر الحقيقة الخامس عشر المجاز الذي يليه الكناية والتعريض والصريح تدخل فيها الأقسام السابقة الاقتضاء والإشارة والتنبيه التنبيه هو بمعنى الإيمان هو مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة إذا جمعت هذه الأقسام تجد أنها الاثنان وعشرون قسماً ونأتي لها واحداً واحداً على وجه الإجاز والاختصار حتى يكون عندنا تصور عنها في هذه المقدمة التأصيلية لدلالات الألفاظ حتى إذا أتيت إلى مسائل دلالات الألفاظ يكون عندك تصور واضح عن هذه المصطلحات فالقسم الأول الأمر وسنذكر يعني سنقتصر فقط على ما يوضح كل القسم الأمر يعرفه الأصوليون بأنه طلب إيقاع الفعل على وجه الاستعلاء وقولهم طلب هذا يدخل فيه الأمر ويدخل فيه النهي لأن كل منهما طلب ويحترز به عن الإباحة لأن الإباحة هل فيها طلب للفعل أو طلب للترك؟ لا وقولهم في التعريف إيقاع الفعل هذا يحترز به عن النهي فيخرج النهي لأن النهي طلب لإيقاع الفعل أو طلب لترك الفعل طلب لترك الفعل والفعل هنا يعم القول ويعم الفعل الاصطلاحي ويعم الاعتقاد فقولهم طلب الفعل يدخل في الفعل هذه الأمور الثلاثة وقولهم بالقول يحترز به عن طلب إيقاع الفعل بالإشارة مثلا فإن هذا لا يسمى أمرا على وجه الحقيقة وإن كان يسمى أمرا على وجه المجاز وقولهم على وجه الاستعلاء الاستعلاء معناه تكلف العلو وإن كان الإنسان ليس في حقيقته عاليا وعلى هذا فالاستعلاء صفة راجعة للكلام أو صفة راجعة للمتكلم صفة راجعة للكلام أما العلو فهي صفة راجعة للمتكلم وهذا القيد اختلف الأصوليون في إثباته فمنهم من قال به فقال على وجه الاستعلاء ومنهم من قال على وجه العلو ومنهم من قال لا حاجة لهذين القيدين ومنهم من قال لا بد من هذين القيدين وعلى كل حال فإن هذا القيد لا أثر له في الأوامر في القرآن والسنة لأنها كلها صادرة من العلي سبحانه وتعالى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من غيره صلى الله عليه وسلم والأمر له أربع صيغ مشهورة عند العلماء الصيغة الأولى والصيغة الثانية الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كما في قوله وليكتب فهنا يكتب فعل مضارع اقترن بلام الأمر الصيغة الثالثة المصدر النائب مناب الأمر كما في قوله سبحانه وتعالى فضرب الرقاب أي يضرب والصيغة الرابعة اسم فعل الأمر مثل صه ومه فهذه أربع صيغ للأمر القسم الثاني النهي وهو عكس الأمر وعلى هذا فتعريف النهي هو طلب الترك بالقول على وجه الاستعلاء فالطلب هنا يدخل فيه النهي ويدخل فيه الأمر والترك هنا قيد يحترز به عن الأمر لأن الأمر لا يطلب فيه الترك وإنما يطلب فيه الإتيان بالفعل وإيقاعه وقولهم بالقول على وجه الاستعلاء الكلام فيه كالكلام في الأمر وأنه له صيغة واحدة وهي لا تفعل وأما أترك ودع وذر واعتزل فهل هذه أوامر أو نواه ها هذه أوامر تدل على الترك فدع هذا أمر لأنه على صيغة افعل وكذلك لا أترك وهكذا وهنا أنبه إلى أن ترك المنهي عنه فرع لفعل المأمور به ولهذا يقول يذكر العلماء قاعدة وهي أن الأمر مقصود لذاته والنهي مقصود لغيره فالأمر مقصود لذاته والنهي مقصود لغيره بل قد يطلق الأمر في القرآن ويدخل فيه النهي كما في قوله سبحانه وتعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري وموسى عليه السلام أمر هارون ونهى فقال أخلفني في قومي وهذا أمر وأصلح وهذا أمر ولا تتبع سبيل المفسدين وهذا لا نهي فوصف الجميع بأنه أمر فقد يطلق في القرآن الأمر ويدخل فيه النهي نحن سنكمل إلى الساعة العاشرة إن شاء الله ونقف بإذن الله وفي لقاء غد في درس المفتاح سنكمل دلالات الألفاظ إن شاء الله وتعالى القسم الثالث العام والعام يعرفونه بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا حصر اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا حصر وقولهم اللفظ هذا جنس يدخل فيه العام ويدخل فيه الخاص ويدخل فيه المطلق ويدخل فيه المشترك ويدخل فيه العدد لأن هذه كلها ألفاظ وعادت الأصوليين أنهم يبدؤون بألفاظ عام يسمونها جنسا يسمونها الجنس وقوله المستغرق هذا خرج به الخاص لأن الخاص ليس فيه استغراق وإنما يدل على معين وخرج به المطلق لأن المطلق وإن كان فيه عموم إلا أن عمومه ليس على وجه الاستغراق وإنما على وجه البدل ولهذا عموم العام استغراقي وعموم المطلق بدلي ويضاح هذا بالمثال لأن لو كان لو قال صاحب الدار لخادمه أكرم الضيوف وكان عددهم مئة فإنه لا يحصل منه الامتثال إلا إذا أكرمهم جميعا فلو ترك واحدا منهم لم يتحقق منه الامتثال لأن الضيوف لفظ عام والعام يقتضي الاستغراق أما لو قال أكرم ضيفا فإن له أن يكرم هذا الضيف وله أن يتركه ويكرم بدلا عنه الضيف الآخر وله أن يتركه ويكرم بدلا عنه الضيف الثالث وهكذا فهذا فيه عموم من جهة أن له أن يكرم أي واحد من الضيوف لكنه ليس عموما استغراقيا وإنما هو عموم عموم بدلي فهذا هو وجه الفرق بين عموم العام وعموم المطلق وقولهم المستغرق هذا يتعلق به خلاف بين الجمهور والحنفية سيأتي ذكره وبعض الحنفية سيأتي ذكره إن شاء الله عند الكلام على تقسيمات دلالات الألفاظ عند الحنفية وسنعرف أن من الحنفية من يرى أن العام لا يشترط فيه الاستغراق بل يكتفى فيه بالجمع لكن الجمهور يرون أن العام لا بد فيه من الاستغراق لما يصلح له هذا يحترز به عن عدم الاستغراق لما لا يصلح له فلفظ الطلاب مستغرق لما يصلح له وهم الطلاب لكنه لا يستغرق المهندسين أو الأطباء أو العمال لأنه يصلح لهم أو لا يصلح لهم لا يصلح لهم وقولهم وقولهم بوضع واحد هذا يحترز به عن شيء تقدم معنا وهو المشترك لأن المشترك يدل على أفراده بوضع واحد أو بأوضاع متعددة بأوضاع متعددة أما العام فيدل على أفراده بوضع واحد وقولهم بلا حصر هذا يحترز به عن ألفاظ العقود كعشرة ومئة وألف ونحو ذلك فإنها وإن كانت مستغرقة لما يدخل تحتها فالعشرة مستغرقة لجميع الأفراد والمئة مستغرقة لجميع الأفراد والألف مستغرق لجميع الأفراد إلا أن هذا الاستغراق يقف عند حد فهو استغراق محصور أما استغراق العام فهو استغراق من غير حصر والعام يعتبر من أعظم مباحث الأصول واهتم به الأصوليون اهتماما كبيرا وما هو سبب ذلك سبب ذلك هو أن الشريعة عامة ولهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بألفاظ عامة كما أنها أيضا جاءت بمعان عامة لأن هذه الشريعة شريعة خالدة فجاءت الشيئفاء جاءت بألفاظ عامة فلا يقع أمر في الدنيا إلى أن تقوم الساعة إلا ويمكن إدخاله تحت عموم لفظي أو عموم معنوي وهذا من أسرار إعجاز هذه الشريعة وعمومها لجميع الحوادث والوقائع فلا تنزل نازلة في المسائل المالية أو في المسائل الطبية أو في المسائل الاجتماعية أو في المسائل العبادية أو في غيرها إلا ويمكن إدخالها تحت دلالة لفظية أو دلالة معنوية ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله يقول من كان خبيرا بالنصوص ودلالاتها فإنه يستطيع أن يستدل على حكم كل مسألة بنص القسم الرابع الخاص والخاص يقابل العام فإننا إذا عرفنا العام لعرفنا الخاص وبناء على هذا فإن الألفار التي أخرجت من تعريف العام تدخل في أي شيء تدخل في الخاص وجمهور الأصوليين لا يهتمون بتعريف الخاص وإنما اهتمامهم بتعريف التخصيص بتعريف التخصيص ولهذا يقولون التخصيص هو إخراج لبعض أفراد العام فإذا ذهبت إلى كتب الأصول عند الجمهور لا تجد لأنهم يذكرون تعريفا للخاص وإنما يعرفون التخصيص فإن قلت ما هو السبب لماذا يعرفون العام ولا يعرفون الخاص فيمكن أن يجاب بأمرين الأمر الأول أنه لما عرفوا العام فإنه يحصل بذلك معرفة الخاص فما عدى العام يكون خاصا الأمر الثاني أنهم قالوا ما من خاص إلا وهو عام من وجه فمثلا الإنسان هو عام بالنسبة لزيت لكنه خاص بالنسبة لحيوان فهو عام بالنسبة لما تحته خاص بالنسبة لما لما فوقه وهذا الثاني قد يعترض عليه بأنه لماذا لم يعرف الخاص المطلق وهو الذي ليس تحته فرد من الأفراد القسم الخامس المطلق والمطلق يعرفونه بأنه اللفظ الدال على الحقيقة بلا قيت اللفظ الدال على الحقيقة بلا قيد وله صيغة واحدة ونحن عرفنا أن الأمر له أربع صيغة وأن النهي له صيغة واحدة والعام له صيغ كثيرة وفيها مؤلفات مستقلة تقدمت الإشارة لها والمطلق له صيغة واحدة وهي النكرة في سياق الإثبات مثل جاء رجل فرجل هنا مطلق لأنه نكرة في سياق الإثبات ومثل فتحرير رقبة فالرقبة هنا مطلقة لأنها نكرة جاءت في سياق الإثبات وهذا التعريف مبني على على عدم التفريق بين المطلق والنكرة في سياق الإثبات ومن العلماء من يرى أن هناك فرقا بين المطلق والنكرة في سياق الإثبات فالمطلق يدل على الحقيقة فقط أما النكرة في سياق الإثبات فإنها تدل على الحقيقة مع أمر آخر وهو الوحدة حسنت تدل على الحقيقة مع الوحدة فالرجل إذا قلنا إنه مطلق فإنه يدل على الحقيقة فقط على حقيقة الرجولة من غير زيادة وصف آخر لكن إذا قلنا إنه نكرة فإنه يدل على صفة الرجولة ويدل على أنه رجل واحد وبناء على هذا يكون النكرة في سياق الإثبات من المطلق أو من المقيد يكون من المقيد لأنه دل على الحقيقة مع زيادة وصف آخر وهو الوحدة والذين يفرقون بين المطلق والنكر في سياق الإثبات يعرفون المطلق بأنه اللفظ الدال على شائع في جنسه يقولون هو لفظ دال على شائع في جنسه وهذا التفريق بين المطلق والنكرة هو تفريق اعتباري لا يترتب عليه ثمرة فسواء قلنا المطلق والنكرة لمعناهما واحد أو قلنا بينهما فرق فإنه لا يترتب على ذلك ثمرة لعملية لكن المقصود أنك إذا قرأت في كتب الأصول هذا الكلام يكون عندك تصور عنه والأصوليون كما تقدم معنا في المجلس السابق دققوا في الألفاظ تدقيقا كبيرا حتى أنهم بحثوا في المطلق والنكرة في سياق الإثبات هل هما لفظان مترادفان أو متباينا هل هما بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا وهذا من شدة تدقيقهم في الدلالات وبحثهم فيها القسم السادس المقيد والمقيد هو اللفظ الدال على الحقيقة بقيد اللفظ اللفظ الدال على الحقيقة بقيد مثل قولنا رجل مسن أو رجل صالح أو قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة أو قولنا هذه شاة سمينة فهذا مقيد لأنه دل على الحقيقة بقيد وإذا عرفنا المقيد والمطلق والعام والخاص فما الفرق بين التقييد والتخصيص لأن هذه المصطلحات وطالب العلم الأصول لا بد أن يضبط لهذه المصطلحات وكثير من نقاش الأصوليين في المسائل لراجع إلى تصور هذه المصطلحات فما الفرق بين التخصيص والتقييد نعم طيب يقول التقييد للمطلق والتخصيص لعام كلام طيب نستطيع أن نفرق بينهما من وجهين الوجه الأول أن أحدهما زيادة فيه زيادة والآخر فيه نقص أيهما الذي فيه زيادة التقييد فيه زيادة أما التخصيص ففيه نقص لأنه إخراج لبعض أفراد العام فإذا التقييد فيه زيادة أما التخصيص ففيه نقص الوجه الثاني في الفرق بينهما أن التخصيص يتعلق بالأفراد أما التقييد فيتعلق بماذا بالأوصاف فالتقييد يتعلق بالأوصاف ولهذا رقبة مؤمنة الإيمان هنا وصف لرجل صالح الصلاح هنا وصف لشاة مريضة المرض هنا وصف فالتقييد يتعلق بالأوصاف أما التخصيص فهو يتعلق بالأفراد وأنت إذا عرفت هذه الأمور وضحت لك المسائل إن شاء الله القسم السابع النص وإذا تكلمنا على النص احتجنا لكلام على الظاهر والمؤول والمجمل والمبين فنقف عند النص ونتكلم عليه بإذن الله تعالى في لقاء غد بعون الله وتوفيقه وأسأل الله أن يعيننا على إتمام هذه المقدمة في لقاء غد بإذن الله تعالى وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر